اهلا بحضراتكم من جديد لو عام التصبيت تعالوا نتحاسم تعالوا نتكلم بكل صراحة ووضوح واحترام واحترام لانه كل الاندية المتنافسة لها كل التأدير والاحترام في حقوق نتكلم على مين حقه ايه لكن انه يتم تصدير انطباع انه الاهل بيتزبط له جدول الاهل بيتزبط له حكام الاهل بتتعمله مسابقة الاده للدوري للاهلي ولعبه السبعتاشر فرقة على دوري لوحده شكاوي رايحة وشكاوي جاية وبيانات طلع وبيانات نازلة لا لو هدف كل ده تصدير انطباع انه الاهل بيتجامل الاهل بيتظلم ظلم حقيقي وما حدش بيتكلم والجمهور حاسس بهذا الظلم وحاسس بهذا الضغط والناس سكتة لكن كمان بعد كل هذا التحامل وبعد كل هذه الممارسات يبقى الاهل هو اللي بيتزبط له جدول وبتتزبط له حكام المسألة تحتاج مناشة شديدة الهدوء والرصانة والاحترام والصراحة النهاردة او من امبارح تابعنا باشموندس بيانات صدرة نادي بيرامدز المصري برئاسة الكابتو حسام البدري ده حسب مصادر وارسل للاتحاد الافريقي رسالة لاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب ازمته مع الاتحاد المصري كانت الازمة نشبت لفت بيرامدز النظر في خطابه ان الاهل والزمالك لم يستكمل مباريات الدور الاول بينما لعبه هو عشرين مباراة مما يعطي انطباعا لعدم تكافؤ الفرص وانه سيؤثر على نزاهة الدور المصري ممكن نتوقف فينه اللحظة الاهلي وزمالك والزمالك لعب اقل من بيرامد ماتشين والاهلي لعب اقل من بيرامد الزمالك عنده لعب 18 مباراة والاهلي 16 وبرامدز 20 مانا بقول كده اربع ماتشات اقل من بيرامد الاهلي وماتشين اقل من بيرامد الزمالك منها ماتشون مع بعض فالبيرامد هنا يعني برضو يعني تصوير الامر انك انت تقول بتكلم عليه هو بتكلم ان الوقتي عايز كل الناس لان الزمالك اللي ابتدى القصة دي من العدالة ان الاهلي خلص ماتشاته الموجال الاول قبل ما لعبنا على فكرة دي مصلحة الاهلي ليس من مصلحة الاهلي ان كل ما يعود ثلاثة بنت يروح الزمالك سابقه بنفس الخطوة يعني انت عايز الدور الاولاني ينتهي ويتحط الجدوى للحقيقي للدوري خلاص فليكل ليه لا حاجة ما تزعلناش بس تصوير الامر ان ده بيتم المصلحة الاهلي هو ده اللي محتاج مناخشة لان الده ضد مصلحة الاهلي تماما لكن المبدأ انا معاه طيب بيرامدز بعد جابل الاتحاد الافريقي اشتكى ناد الزمالك اعلن التضامن وفيه الرابط فيه ما بين الاثنين الاهلي بيت جامل وانا بقول لك ايه والاهلي يعلن التضامن ايه المشكلة ما نلعب كلنا ما تشاطر المؤجلة الاول اعلن ناد الزمالك تضامنه مع مطلب بيرامدز برفض يخوض اي مباريات في الدوري قبل استكمال الاهلي لمبارياته المؤجلة اللي منها وقال رئيس الزمالك سنلعب مباراة النجوم وبعدها متضامنون مع توركي قال شيخ مالك بيرامدز واضاف على الاهلي ان يلعب مباراة الدور الاول كلها مع مباراة الكاس في دور الستاشر ضد بيرامدز قبل استكمالنا لمباراة الدور هو الحقيقة فين لا الكاس بقى مالوش دعو بالكاس الحقيقة ان المطشين الوحيدين المؤجلين للاهلي عن الزمالك مباراة انبي والاهلي والزمالك تدور الاول ليه الزمالك اعلن انا هاخد موقف من بعد مباراة النجوم هلعب مباراة النجوم وبعدها مش هلعب الا لما الاهلي يلعب عشان هلعب مطش القمة عارفين ليه عشان تشوفوا الامور بتتأس ازاي لانه الزمالك بعد المباراة الاخيرة يتوقف المباراة اللي جاية محمود كهربا وطرق حامل الاثنين اللعبين اساسيين مهمين جدا في تشكيلة الزمالك فعشان كده المسألة تتفصل كده نلعب مباراة النجوم عشان نحرق الانذارات ديت عشان الاثنين يتوقفوا مباراة النجوم بدل ما يتوقفوا مطش القمة وبعدها هنبدأ ايه حركة النضال ضد التزبيط للاهلي شوفوا المواقف المؤجلة لكن معلنا بيرامز يقول انا مش هلعب الا لما الاهلي يلعب طيب هو الاهلي لعب قد ايه علشان بيرامز يقول الاهلي الاهلي كان في البطولة الافريقية كان في البطولة العربية اللي اتفرضت اسفا جاءتا على الجدول المصري ولغاية دلوقتي القائمين عليها محددوش حتى موعيد الدور قبل النهاية والنهاية مش موضوعنا بس الفكرة كلها فين هو مش جي كلها حاجات اقحم الاهلي فيها استمراره حتى نهائي دوري ابطال افريقيا كان مطلوب منه يلعب الدوري ويلعب في افريقيا كلكم شفتوا حجم المعناه اللي عنها فريق لاله وبيلعب كل تلت ده انت خسرت في التلت بطولات الدوري وافريقيا وخرجت من البطولة العربية في اسبوع وبعدين هو هو بيرامدز ليه الكلام مباشرة عن الاهلي ليه ما تكلمش على انه الزمالك ملعبش مطش الاسماعيلي الزمالك المتصد ما هو البيان كاتب كده لا اهل والاسماعيلي قولك الاهلي والاسماعيلي الاهلي والزمالك تقصد اهل والزمالك الاهلي والزمالك ليه ما لعبوش مطش القمة هو ورد الاهلي ليه ما لعبش الاهل والزمالك مباراة القمة طب وليه زمالك ما لعبش مطش الاسماعيلي الاستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابات رد واتحاده الكرة رد قاله كلام مهم جدا لكنه يمكن الكلام اللي انا قريته للمهندس عامر حسين انتلاح حط ثلاثين مارس الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدولة الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة وسط جاهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة الاتحاد الكرة ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسئولية وبيقول الاتحاد الكرة في بيانه إن الاتحاد وهو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مهما كان حجم الصعابة التي تواجهها ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع وذلك انطلاقا من واقع مسؤولياته في إدارة مسابقاته وتبعياتها الخالصة له كما يؤكد الاتحاد المصري كنت قدم على استمرار سياساته المعودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها الشركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الرهنة ده اتحاد الكرة في الرد على مصادر من اتهامات وما راجى من بيانات طيب الأهلي مع الاتحاد مدومنا شفنا الأهلي باشواندس هو المتهم أنه الاتحاد بيجامله طب هي طبيعة العلاقة يا سيدي أنا مش قادر أفهم هو أنت لما كون بلعب في بطولات متعددة ويتأجل المتشاط في إيه المجاملة؟ يعني مطلوب أن أنا ألعب متشاطي في وقت مباراة أفريقيا في إيه المجاملة؟ ده بالأهلي لم يدار غير بسبب الجدول المضغوط ده ساز إبراهيم والإصابات المتلاحقة هي خير دليل أن احنا حتى لما بيتعور عندنا لعيب بيفوته تأربع خمس متشاط مهما كانت الإصابة بسيطة طيب مدومنا تكلمنا على حتة مين لعب كام هقولكو تلات أرقام ببساطة عشان أي حد يتكلم ويعتقد أن الأهلي بيتجامل وأن الأهلي بيتزبط له جدول يتقال له تلات أرقام واضحين جدا هو من أول ما تقال يا دور السنة دي لغاية يومنا هذا كل فريق لعب كان مباراة كان مباراة رسمية لأنه كمان المشاركة في البطولات الأفريقية كانت لازم والمشاركة في البطولات العربية كانت واجب والدوري اللي بدأ وكاس مصر حتى الآن بشواندس الأهلي بدأ الموسم في 17 سبعة 2018 لغاية المباراة الأخيرة مع ودي ديجلة لعب في كل المشاركات الرسمية اللي فاتت من 17 سبعة لغاية أول إمبارح 35 مباراة الأهلي اللعب 35 مباراة في 6 شهور هذا الذي يتم تصبيت المسابقة ليه الزمالك وشارك في الكونفدرالية في الأدوار الأولى وخرج وشارك أيضا زي الأهلي في البطولة العربية وخرج عند نفس الحد ويكمل مع الأهلي في الدوري لغاية المباراة الأخيرة ليه مع المقاس الزمالك بدأ الدوري متأخر شوية عن الأهلي الأهلي بدأ 17 يوليو الزمالك بدأ 31 يوليو يعني فيه 13 يوم كمان للزمالك بعد الأهلي ومع هذا الزمالك لعب طوال هذه الفترة 29 مباراة 29 مباراة الأهلي لعب 35 الزمالك لعب 29 برامدز برامدز لعب 21 مباراة واللي يقولي من اللي يشتكي اللي لعب في نفس الفترة 35 مباراة شوفوا فيهم كم رحلة أفريقية شوفوا فيهم كم سفرية أفريقية هو دا أهم حاجة هو دا أهم حاجة هو دا أهم حاجة الصفر شوفوا الصفر عربي وأفريقي وأفريقيا بالذات لأن 35 مباراة فيهم كم مباراة أفريقية المباراة 21 مباراة لبرامدز بينها 3 مباراة فقط مش بره مصر بره القاهرة بالله عليكم 3 مباراة فقط بره القاهرة من أصل 21 مباراة وفرقة بتلعب 35 مباراة لما بتلعب في مصر بتلعب في برج العرب وتلعب في السويس وتسافر في أفريقيا وترد على البطولة العربية والأهم من كل دا لعبة المنتخبات دا متغير تاني برامدز يمثل إضافة للمسابع لا شك بس كمان الآلب كل لعبته سواء في المنتخب الأول أو في المنتخب الإولمبي يعني الدور يقف عشان الناس تاخد نفسها دول يروحوا المنتخب الأول ودول يروحوا المنتخب الإولمبي 35 مباراة 29 مباراة 21 مباراة فلما أبو 21 يفتكر أن ال35 بيتزبط له الكلام محتاج مراجعة محتاج مراجعة بالأرقام وبالظروف السفريات المشاركات التحديات الإصابات الضغوط الجماهير مش هنتكلم على الحوافز المادية وفروقاتها لكنه على الأقل بالأرقام ديكوا شايفين التلت أرقام المسألة أتمنى أن تكون واضحة قبل من وزع الاتهامات كده بالساهل لأنه فعلا دا بيخلق جوه من الاحتقان أو بينسك خيوط مظلومية مهاش موجودة إلا إذا كان الهدف منها الضغط على الأهل في اتجاه آخر الأهل في علاقته بالتحاد الكرة مش خافي على حد حجب المعاناة اللي الأهل بيعانيها مع الاتحاد مش خافي على حد أنه من أول ما تقال يا دوري السنة دي والأهل بعت خطاب يا باشموندس للتحاد الكرة في 3-9-2018 ما كناش كملنا شهرين أو شهر ونص على بداية الدوري بيقوله على مستوى التحكيم في خطاب في 3-9-2018 أفكر حضرتك به يعني أنا عايزة أقول حاجة ما نفكر الناس بمضمون ومش ضرور نقرأ لأن الحقيقة كتر قراءة الأوراق بتخلي الجمهور ممكن ده كان بعد مباراة الانتاج الحربي أيوة والأهل الطالب كان فيها يعني أخطاء تحكمية فجة ورغم هذا الأهل بعت وقال لهم فردوا عليه هنستخدم الفار مجموعة من الوقود هقولك المطالب والرد عليها إيه الأهلي قال إجراء تحقيق عاجل مع تقم تحكيم المباراة واستبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد المسابقة قال إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباراة القادمة للتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية قال أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا وتطبيق تقنية الفار لمواكبة الكرة العالمية تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الذي أقره لاتحاد دولة كرة القدم لحماية المسابقة ونزهاتها ده الكلام اللي قاله النادي الأهلي في خطاب رسمي موجه للمدير التنفيذ لاتحاد الكرة في تلاتة تسعة رد العميد سروة سويلة من المدير التنفيذي في خطاب إلى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي رد سريعا في أربعة عشر الفين وطمانتاشر يعني الأهلي بعث له في تلاتة تسعة فاربعة عشر رد بعد شهر كامل مش مشكلة أن تأتي متأخرا خير من قال لا تأتي رد قال إشارة إلى خطاب سياداتكم الذي أشارتم فيه إلى الأحداث التي جرت في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي خاصة لأمور التحكمية وردا على خطابكم نتشرف بأن أوضح لسياداتكم ما يلي أن الاتحاد حريص كل الحرص على انتظام مسابقاتي وا 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 دي ماجهة دي عند اللقطة المهمة أيوة أن الاتحاد منذ بداية كل موسم على فترات يقوم بعمل معسكرات تسقفية للسيد الحكام من أجل رفع مستوام حلوة قوي طيب والطلب اللي أنا قلت لك عليه أنا قلت لك العالم كله عامل الفار ومواجبة الكرة العالمية مسألة مهمة قال ممكن نوع بس قبل ما نسترسل في الرد ده لأن الحقيقة ما بياخدونا ديما في سكة أن احنا بنصقف الحكام وحكامنا أفضل حكام لم يتهم أحد الحكام المصريين بالجهل ما تفهمنيش أن أزمة التحكم المصري عدم الدراية وعدم المعرفة مش فنية هي الفنية يعني أنه مش مذاكر كويس ومش متابع كويس ومش بيطور نفسه تلاتة دول أنا متأكد أنه بيحصلوا لكن ممكن ما يكونش على القدر الكافي من اللياقة البدنية اللي تساعدوا في المباراة واللياقة الزهنية والبدنية بتؤثر على اللياقة الزهنية لكن كمان من غير ما نزعل يعني والضغوط والتوجهات مؤكد أنه متأثر بحاجات أخرى خارج الملعب ولكن لما أقول هذا الكلام الناس بتنقشوا بتستغرب وهم فاهمين أنه هو صح لأنه مش معقول أنه في حكم في مباراة واحدة يحسب دي ضرب الجزاء وفوت أختها لفريق المنافس أو دي تسلل وفوت أختها أو الحكم الخامس يفهمنا أنه متحفز أو حتى تدي على ركبه وباصس كده ومشارك في اللعبة وبعدين كنه ما شافش حاجة ما بتكلمش الحاجات الفجة دي لا لليها دعو بالثقافة لليها دعو بالدراية ولليها دعو بالمعرفة لليها دعو بالإرادة إرادة أن يحسب ما يراه والإرادة دي بقى ما تدخلش في سكة الاتهامات أنت إبحث الإرادة دي سببها إيه لكن مش دوري إن أنا أبحث والعالم كله بيبحث ما بيخدش الأمور أشرف ناس إبحث على رأسنا من فوق إبحث إيه اللي يديرك أهو مثلا إنه الراجل ده الراجل حتى السفارة بقى راجل وده ده دهر ومش والتاني هيلعب والتاني هيلعب والراجل اللي رأس بص ده بيتطمن إن الحمد لله الهجمة بازت بص ده اللقطة المستفزة اللي بعدها الآله بعد هذا الخطاب طب لما ردوا عليه اتحاد الكرة العميد سروة سويلم قال خدوا بالكم من التاريخ لا استاني بقى الماتش ده اللي فقد فيه نقطتين اه الله بالشكل اللي انتو شفتوه فاربعة عشرة الفين وثمنتاشر قال اتحاد الكرة للنادي الآله في خطاب رسمي وسيتم التطبيق تطبيق تقنية الفار شايفين الجواب قدامكم امتى يا مولانا سيتم التطبيق اعتبارا من واحد واحد الفين وتسعة عشرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ويتم بصفة دائمة تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف تحاد الكرة الف خطاب رسمي للنادي الآهلي يوم اربعة عشرة ردا على الجواب بتاع تلاتة تسعة واحد واحد الفين وتسعة هنبدأ بكرة واحد اتنين بكرة واحد اتنين ممكن نسألك سؤال فات شهر كامل سؤال مجازي بس فني جدا الله هو انت لما تبعتلي جواب وتقول لي انا هطبق تقنية الفار من واحد واحد وتيجي مباراة ما تطبقش ما وعدت به يحقل الاندية عدم اللعب لا طبع لازم انتوقف وقولك فين القرار ايو يحق الاندية عدم اللعب اه طبعا يعني انت لما تيجي تقول لي انت الاتحاد اللي بتقول لي اه انت اللي بتضع شروط المسابقة انا تذكر الكابتن صالح سليم لما فيه في سنة من سنوات قبل انطلاق المسابقة لما اصر على عدم اللعب الا اذا اتعمل اجتماع للاندية ايام الدكتور الجنزوري اي اه عشان يتحط اه النظام المسابقة بشكل محدد مفوش عبارات هلمية زي ايه يبحث في حينه اه وطبقا للظروف وحسب المتاح كان الكلام ده يبعث لك اه جواب فيه اذا الكلام والاستدعات للمنتخب تبقى متنظمة بايام محددة وفراغات محددة وكابتن صالح قال مش هلعب لما نتطفق لان العقد اللي بينه بينك في النظام الاساسي اللي تبعتولي اول سنة عشان احسبك عليه هتنفذ منه ايه وتعامل هذا الاجتماع وتحطت نقط كتير على الحروف لكن هو موسي منتهى بعد كده لم يلتزم احد بشيء ده بس تحضيره انا دلوقتي هو اتحاد الكرة ليه ما بيعملش هذا الكلام الان ده كلها تجتمع وتقر نظام او تحط علما وتقر بالنظام اللي حيطبق عليها وكلنا نحسب بعضا على اساسه هو فين المشكلة هنا طيب تلاتة او اربعة عشرة اتحاد الكرة قال واحد واحد الاهل استنى قرب يخلص يناير يوم 29 يناير الاهلي فات شهر على واحد واحد فبعت جواب الاتحاد الكرة واحنا هنا بنعرض الخطوات الرسمية يعني مش الكلام لا اجتهادي ولا نوع من التجنة على حد احنا بنعرض خطاب رسمي فيه نادي بعث لك جواب انت ردت عليه فين الالتزام بهذه المخاطبات الرسمية رد النادي الاهلي او بعت الاهلي الاتحاد الكرة بعد شهر قالوا يوم 29 يناير لقد تلقينا خطابكم في 14 2018 وجاء فيه حرصكم على انتظام المسابقات الكروية وتحقيق العدالة والشفافية في جميع المباريات وجاء ايضا ان اتحادكم المؤقر اتفق مع الشركة الرعي على استخدام احدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفار لمواكبة الكرة العالمية ابتداء من 1-1-2019 وذلك ردا على طلبنا الوارد اليكم في تاريخ 3-9 بعد الاخطاء التحكمية التي اثرت على نتائج المباريات بشكل مباشر لذا برجاء الافادة عن اسباب عدم تطبيق تقنية الفار حتى الان خاصة وان الاخطاء التحكمية بدأت تلقي بزلالها من جديد في وقت تحتاج فيه المسابقة الى العدالة الكاملة لضمان نجاحها كما نود اختراكم بطلب النادي الاهلي باستقدام حكام من اوروبا اصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القرية والعالمية لادارة مباراة الاهلي وبرامدز في الدور الثاني لمسابقة الدور الممتاز وكذا مباراة الاهلي والزمالك في نفس المسابقة استنادا الى خطابكم رقم 3940 الوارد بتاريخ 12-2018 الذي تضمن قرار مجلس ادارة التحاد الكرب الموافقة على رغبة اي نادي من بطلب تعيين حكام اجانب او عرب بشرط ان يكون ذلك قبل اية مباراة بعشرة ايام ده خطاب النادي الاهلي انتوا بتقولوا قبلها بعشرة ايام انا بعتلك قبلها بشهرين اقول لك عشان بيرامدز بيشتكي ان الاهلي الحكام بتجامله والزمالك بيتضمن مع بيرامدز في نفس الاتجاه او في نفس القول لا يا سيد ده الاهلي هو اللي عايز حكام جانب لمباراته معكم عشان الناس تفهم انت يعني يشتم من ما يحدث على الصحة دلوقتي انهم عايز تقال ان التحكيم بيجامل الاهلي كويس والاتحاد بيجامل الاهلي في معمول لنا هنا من فريق الاعداد طبعا انت ورى القصة دي مجموعة من اللقطات اللي بتبين حجم الاهداف الملغاه وضربات الجزاء الغير محتسب والضربات المحتسب على الاهلي والعكس صحيح للمنافس هجيلك لهذه الجولة المهمة جدا لكن ختاما للمخاطبات الاهلي بعت قال لهم انتوا ما عملتوش ليه بس كمان اتحاد الكورة المتهم بانه بيزبط للاهلي هو اتحاد الكورة اللي النادي الاهلي بعت له في 23 يناير المنقضي او الجاري بعد ساعات يخلص بيقوله على اللي حصل للاهلي مع الترجي التونسي بيقوله على المعاناه اللي الاهلي عاناها في دور ابطال افريقيا في المباراة النهائية بيقوله على الجامعة التونسية او اتحاد الكورة التونسية اللي عملته مع الترجي والمسؤولين النافذين التونسة في الكاف ازاي قدروا يستصدروا قرارات من بعد مباراة البرج العرب بساعات ارباكة الاهلي مش عاجة منعشة وليد ازار وضد النادي الاهلي وكارترون وكارترون وقلقت بظلالها على مباراة العودة اللي فيها يتضرب هشام محمد ويتفتح دماغه ويتخيط قدام كل الناس ويطلع القرار بعدها بشهرين يطلع العقاب بتاع الترجي على احداث مباراة يعني مباراة البرج العرب تطلع العقوبات بعدها بساعات مباراة تونس تطلع بعدها بشهرين ويتقالص واتحاد الكورة بيساند الاهلي لا والقرارات لما اشتغل منها الاهلي اللي اتخذت بعقوبة ده انت بالعكس انت كافية الترجي كان فيه قرار ضد ومدرج من المدرجات اترفع العقوبة رجعت له جمهوره خلينا بقى في الايه اذا لما حد يتكلم على التصبيت نفتكر التلات ارقام 35 مباراة للآله 29 للزمالك 21 شفوا لو حد عايز يقنعنا ويتخلى لل 35 كم سفرة داخل مصر وخارج مصر وافريقيا اللي عايز يقنعنا ان ال 35 اصغر من ال 21 ممكن نصدقه لو مش هنصدق ايسوها وشوفوها وشوفوا التصبيت رايح فين لكن على صدى التحكيم ومستوى التحكيم ماندس عدلي ما بقدرش اخر له طلب البعض طلع قال الاهلي بيستفيد اكتر في مجملته من الحكام وحدة وحدة بالهداوة الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي في مستهل الدوري القمة التانية نشوف سليف كلبالي وهو بيطلع فوق اهو ادي كلبالي لا ده ده جون ده جون المصري كوفي اه ادي لتنم مع بعض نفس الشكل جون للمصري يتحسب في نفس اليوم او نفس الاسبوع عشان نتكلم على المعايير ودي اول بنتين يروح لنا وسليف كلبالي يطلع والرجل كارتيرون يفتح يدام ويروح ايه ايه اول بنتين اهو ده الطلع وده الطلع ويضيع اول بنتين من الاهلي هذا الذي يتم التصبيت له على مستوى التحكيم طيب كارسة الانتاج ادي نقطتين في مباراة الاسماعيلي مباراة الاهلي والانتاج الحربي ما اعتقدش انه في حد حتى لو ملوش عينين ممكن يختلف عن المسرحية الهزلية بتاعة ضربة الجزاء اللي هتفضل شاهدة ابدا ابراهيم نور الدين وبطر معظم الاحداث من اللي بيتم اللي ليك وللغيرك شوفوا ضربة الجزاء للانتاج الحربي مش تعليقنا تعقيب وتحليل الكابتن احمد الشناوي في اونو سبورت وقتا لحالة اللي بعد كده وهنا بقى يعني انا عايز اقف بس هنا نمشي بس نمشي لحطة دي وهنقف هنا لما انا هقف هنا الحكم الاضافي هنا ده اهو احمد ابو خاطر احمد ابو خاطر تمركز رائع وعلى يعني على قبة للسعداد ومركز وباص على كل حال لما نشوف اللي عمد بعد كده الاحداث اللي تحصل سواء شد من اظهاره او شد من المدافع التاني انت دورك فين يا حكم يا اضافي انا بقول ان هنا ده خلاص بالحيطة دي كده يعني ما عندنا الحكم يعني عايز اقول لو عنده رؤية او قرار مش هيبه اقوى ولا اصح من خرار راجل وقف ده ده بينه وبينه عرضتين يعني القرار هنا لازم الحكم الاضافي دي اقوله لما نشوف اللعبة هناك شد طبعا التحام وشد والحكم هنا طبعا لباك كل ده لسه برمنا رب دين ما زهرش لباقي عال 18 بص الحكم هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته عالتبصت دي جاف لحظة اتحرك سبع الحدث بص اهو هنا هو تقدم وراح لما نمشي هنمشي جاتي كده بص بص على ان الكرة تتلعب طبعا هناك فيه شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي والي هو وليد ازارو هو من فيه بدهات شد طبعا هنا اهو يعني انا عايز اقول وليد ازارو الكرة بالشكل ده ايه اللي حيرجعه تاني الورا يعني ايه اللي حيرجعه تاني الورا بالشكل ده قدرة ناخد اللعبة مرة اخيرة كتا عشان تقول لنا القرار انها يسيبنا بقى ان ابو خاطر غلط طيبراهيم نردين غلط لا القرار طبعا هنا ما فيش كلام بالقرار طبعا هناك راكل الجزاء واضحة اه لم تحتسب ضربة جزاء واضحة لم تحتسب وفي نفس المباراة في نفس المباراة في هدف ما لغي هدف ألغي للأهلي ايضا من تسلل وهمي في نفس المباراة طب المباراة دي انتعت بايه اتعاد ادي كمان اتنين بونتو نشوف الهدف اللي تلغى ورأي كابتن الشنوة فيه بص الحالة طبعا بالشكل ده اهو هنا يعني من هنا لهنا يعني من هنا لحد هنا كده باعتقد ان ده يعتبر في مرمى العين تمام صح المصح ما عندوش مشكلة في ان يربط لحظة لعب الكرة مع لحظة لعب اللي هو في خط التسلل الى جانب ان خط التسلل اللاعب هناك اهو واللاعب هنا ادي لاعب هناك اهو ادي لاعب اهو ودي لاعب اهو النادي الاعلى اهو هنا شايف فيه فرق على اقل متر متر وشوية يعني تسلل مصعب لا 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 من ناحية ان الكرة بتتلاعب المسافة ما بين اللي بيركل للكرة والمستلم ولا اللاعب مواقف على بعد عن خط التسلل ما حضراك قبل لحظة لعب الكرة اه حتى احنا عندنا اه البيرو ده ياريت نرجعها شوية بعد اذن حضراتكم اه طب نشوف الجنو بعد كده نرجعها ما شافيش مشكلة زي ما حضراك اه بص يا كابتن اه هنا حتى احنا لأ شيلوا الخط البيرو خالص شلو من فضلكم طب عركة 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 عم بعد اذن حضراك حتى اه احنا عندنا البيرو ده بيعد بلشان المجردة هو ربنا بقى كرمه عنده الخط ده كمان مساعده مع الخطوط بتاعت الملعب دي دليل يال ان المجردة اللي هو بشان المجردة اه ما لأ الخط التخطيط الملعب ما ده لا انا عايز اقولها مساهله كمان انا عايز اقول اني انا وقف مع اخر تاني مدافع انا وقف كده اخر تاني مدافع انا شبك من الوقفة والقعدة والكلام ده كله انا بتكلم انه كمان من حصن الحظ انه تخطيط الملعب اه تخطيط الملعب اه تخطيط ده للمساعدة الحكام والمساعدين اه الله يفتح عليك اه ده معمول بيرو للمساعد اصلا اه اه يعني طبعا هنا بقى دي خبرات الحكام المساعد لما يكون حاجة زي دي بتساعد دي مفاش اي حاجة خلاص الكورة طلعت هو خد الكورة هو بلعبها وانه مفاش اي اي يعني اي نوع او شو بيتسلق خطأين من نفس الحكام مش ممكن مش ممكن انهم مش بينين انها هدف ضرب الجزاء صحيحة وهدف صحيح لنفس الحكام ابراهيم نور الدين مش ممكن وراح نقطتين كمانا ادي اربع نقاط نقطتين مع الاسماعيلي نقطتين مع الانتاج الحربي ادي اربع نقط طيب الاهل مع بيراملز نفسه بقى مدام منتهمين بالتصبيط نزبط المسألة الاهل مع بيراملز نشوف مش رأينا برضو هدف او ضرب الجزاء غير محتسب لله لقدام بيراملز برأي كابتن احمد الشناوي مش رأينا نقف هنا اللعبة دي زي ما انت شايفين حضراركو كده اللي هي كان اللعب ينفرد وعلي جابري بينزل في الارض طبعا هنا الفرصة الوعدة موجودة وليست محققة ليه لطول المسافة وان فيه لاعب هنا تاني يمكن اللي حق به فطبعا الفرصة المحققة مش موجودة لكن فيه فيه خطأ تم وهي لمس اليد اللي هتشوفوها دلوقتي لمس اليد يا علي جابر اهو اهو بالشكل ده اهو خلاص هنا كده ده مين اللي منع ازاره من تملك القرى قدم علي جابر ولا ايده ايده اذا ايديه منع تملك ازاره من من للعب القرى لمسة يد واضحة لا تحتاج لا التقدير ولا تجيش ده ما تجيش تعمد يعني ما فيهاش حجز تحسب ما حسبهاش وكان لازم انظر لعلي جاب ومدهاش الكلام ده نشوف الحالة اللي بعد كده طبعا لم تحتسب يعني حجز نيجي هنا الفاول ده ما تحسبش بصوا اللعبة فاول انا مش فاول ده ملعب الكرة كينو كده طالع ايه لعب الكرة لم نيحتسب الفاول انا بجيب الاختاءة دي بغض النظر لمين على مين فطبعا هنا اللعبة ده نواضح جدا ان فيه فاول لكن الحكم ما ما يحسب نيجي بعد كده لللعبة دي انا شايف انها انا اتفق وامشي معا انها مش شكل الجزاء ماشي تدينه سيميليشن ليه الحكم ده لو هو على درجة وفق ربا ويه بيشتغل على الكاتجوري ايه العالي النهاردة فيه تعليمات واضحة فيه كونتاكت نو سيميليشن فيه تلامس مفيش سيميليشن النهاردة انا معاك ان فيه تلامس مفيش فاول طب خلاص وتحسبش الفاول لك بتعاقبنيش بتديه انذار هو ده المفروض كان يتم لكن ادى الانذار وطبعا انذار غير مستحق حالة اللي بعد كده هنا بقى يعني اللعبة دي هو حسبها فاول على الاهلي شوف هنا مين بقى مين بلعب الكرة راحي لعب الكرة لعب الاهلي الشيخ اللعب التالي اللي راحه خبط فيه يحسب الفاول لفرقة بيرامسك نشوف الحالة اللي بعد كده لعبة راكل الجزاء اللي جاية دي هل هناك راكل الجزاء ما كانوا يسمح له بالرؤية لكن شوف بيسفر امتا سيميليشن برضو قرار متاخر بص انا اجيب لك اهو نقف هنا قدم مين على مين هنا الشرب الاباد على الاحمر او لا نهار دا القدم ده اللعب يتحرك لما ثبت رجلك طبعا كلوكو كباتن ولعبت الكرة اللعب عشان يتحرك او محاهم الجزم قدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبتة لازم يسقط في الارض وبالتالي هنا خطأ واضح وركل الجزاء الاسف الشديد ان هو لو ما احتسفهاش انا كنت ممكن اقول ماشي ده كلام جميع مفهاش مشكلة لكن كونه يعاخده بانذار انا ليه راكل الجزاء تحسبه علي يعني انديركت وانذار انا شايف ان القرار يعني عايز اقول خانه الصواب والتوفيق هو واضح ادي الرجله ايه وهو شايف وعنده رؤية وعنده كل حاجة لكن هو خاف ان يحتسب ما اعرفش يعني قدراته هل بيهرب من احتساب راكل الجزاء باحتساب التمثيل امر يعني كان غريب جدا يعني مشيش خطأ ولا اتنين لتاتا استاذ ابراهيم كوبشت اخطاء ده كابتن شناه قالك ايه اه خاف انه يحدي اه ده في الاخر ده احساس كابتن شناه لانه لاحتسب الهجمة الوعدة ولا طرد اللاعب يحسب التاتشبول بتاع اه ده تعامد بلاعب يلي فيها طرد وفيها انفراض كان ولا احتسب انذرات ولا احتسب تمثيل على لعيب معمول عليه فاول وبعدين الطامة الكبرى ضرب الجزاء واضحة لم تحتسب في مباراة انتهت بهزيمة النادي الاهلي اهدي كمان ايه بون نقط ضاع والاهلي بيتزبط خمس نقط ضاعت بسبب اخطاء تحكيمية مش رأينا رأي خبراء التحكيم نقطتين في قدام الاسماعيل نقطتين قدام الانتاج الحربي ثم هزيمة من برامتس كان ممكن تبقى تعادل لو ضربت الجزاء الشرعية حسبت الاهلي ضعت منه نقطة شفتوا خمس نقط للاهلي طيب تعالى نشوف المتهم والمتضامن بقى مدام ايه هنفتح الكاشف زمالك ومجملاته التحكيمية زمالك ممكن يدار في بعض القرارات عشان تبقى المسألة فيها قدر من الموضوعية بس الضرر اللي ما بيأثرش على نتيجة مباراة يعني يبقى كسبان 2-0 فما يتحسبلوش ضربة جزاء او يتلقى عليه افصايد فبالتالي ما أثرتش على النتيجة لكنه فيما يخص للنتيجة نفسها نشوف الأخطاء اللي أثرت بشكل مباشر على نتيجة مباراة زمالك ضربة جزاء غير صحيحة له أمام الاتحاد النتيجة 5-1 غير صحيحة للزمالك قدام الاتحاد كانت النتيجة كم؟ النتيجة النهائية 5-1 النهائية أنت بتفكيل الماتش ياسر عبدالرقوف في القناة الأولى نشوف رأيه فيه ركلة الجزاء هذه اللي كنت أتكلم فيها كابتن كريم إن أنا شفت حاجة والناحية التانية شفت حاجة تانية فأنا هتكلم دوقتي على اللي أنا شايفه نشوف الإعادات إحنا لقينا سقوط بس إن أنا عايز أباين حاجة من هنا عمالة كهرباء برضو عشان الناس بتتكلم في الإيد بنقف نقف خلينا بس وقفين وهو لسه وقف نرجع وهو لسه وقف الناس بتتكلم على إيد المدافع تمام؟ وفي نفس الوقت كهرباء حاطت إيد نكمل ونبص على إيد الشمال نكمل نكمل ونمشي سنة سنة قادي الإيد الشمال برضو بتحاول إن هو يزوق ويخلص نفسه نروح بقى العادة اللي بعد كده بس هي دي ونقف نرجع سنة نرجع سنة هي الكرة عدت خليبا؟ نرجع طبعا هي الكرة عدت يعني المدافع مخدش الكور المدافع مخدش الكور هي دي اللي أنا بتتكلم عليها بقى يا كريم نمشي؟ الرجل نكمل نكمل هي بص هي الرجل النهاردة خبطت فينا؟ خبطت في رجل كهرباء سنبدأ أن نقول ساعدني فيها وقولي من الكادر ده هل سنقدر أن نحدد من جوا الـ 18 بره الـ 18 أنا ميال أن هي بره الـ 18 أنا ميال هي بس أقدر أجزن لا لا لدي جزم أنني هي بره الـ 18 يعني أنت تقول إيه؟ تتمشي مع أبراهيم نوردين ولا؟ لو هي فيها مخالفة من الصورة اللي أنا شايفها دي لا ستبقى بره المنطقة مش جواه المنطقة يعني ضربة جزائق غير صحيحة للزمان لكم قدام الاتحاد بس نتيجة خمسة واحد أي أن كان النتيجة وقتها خلص أنا بقول لكم ممكن خطأ يحصل بس بس اللي جايني بقى صارت عن نتيجة إنما لما تبقى كانت وقتها نتيجة 2-0 فبالتالي ما قدرشي أقول إن الزمالك تجامل لأنه النتيجة 2-0 ما علينا لكن لما يبقى قدام المقاصة هدف غير صحيح للزمالك عشان يكسب المباراة 1-0 ده تأثير مباشر ولا مش مباشر لمن يتهم ومن يتضامن نشوف نمشي كباتل نمشي وهو بالعابة بالدماغ هو بالعابة بالدماغ حياتي بتتكلم يا كابتن حمد إن هي راكلة ركنية وبالتالي ما فيش منها تساقل ده المتعارف لو الكرة رحت مباشرة من دماغ كسونجو للمرمى ودخلت وعندناش مشاكل الكرة هتبقى هدف طيب إحنا عندنا دلوقتي في مهاجم من الزمالك في موقف تسلل بش في مدافع وقف على خط المدافع واحد إحنا بنقول إيه موقف التسلل بيقى موجود إمتى لما ما يكونش فيه اتنين مدافعين ما بين المهاجم وخط مرمى المنافسين طبعا اللي عندنا دلوقتي إن فيه واحد بس اللي وقف اللي هو المدافع يتكلم عليه مضبوط وعندنا مهاجم في موقف تسلل طبعا بس مشتركش في اللعبة هو ده بقى إحنا مشتركش في اللعبة حنشوف طبعا لو هو تداخل يعني لعب الكرة حتبقى تسلل لو تداخل مع المنافس حتبقى تسلل مضبوط كده طبعا إيه رأي كابتر حمد اشترك ولا مشتركش طيب ضربة جزاء أهي أمام المخصة غير صحيحة يا تسلل لكون مشترك يا ضربة جزاء وهمية نقطتين حنعتبر مش هنقول ثلاثة نقطتين لأن النتيجة واحد صفر كان ممكن تخلص صفر صفر بس اللي بعديها برضو على فكرة كشف الحساب ده فيه 8 نقط للزمالك خدهم بأخطاء تحكمية 8 نقط لو مشينا واحدة واحدة وزي ما بقول لكم لما يكون الزمالك والاتحاد ما فهمش ماتش الاتحاد وما فهمش ماتش انبه 4 واحد بالزبط لأن دي نتاج كبيرة لكن في امبي 4 واحد ضربة جزاء اللي فكرة الماتش كانت النتيجة صفر صفر بالزبط ألاقي النتيجة في امبي فعلا النتيجة صفر صفر ووقت ما التعادل الموجود ضربة جزاء صحيحة الامبي ما تحسبتش رأي الكابتن شنو فيه حكم كان لازم يكون عنده حركة يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا المهم ان هو لازم يكون قريب في الحالة دي لأن الحالة بعد كده حبين قد ايه المشكلة اللي هو فقدانه من قراءة طاقة بص هنوف هنا المسافة أكتر من 15 متر مخالفة طبعا الحكم الإضافي يصعب عليه تحديد مخالفة هنا لأن الحكم بشكل بعيد خالص الناحة التانية ما يقدرش يحدد المخالفة من عدم في الحالة هنا لما نشوفه في الإعادة هنلاقي إن جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم امبي عدد مصلي مهاجم بياخده كرة وجنش بعد كده بيغبط رجله أو بيركلها فبالتالي بيقع لاعب امبي ودي ركل الجزاء لم تحتسب ليه؟ مش الحكم شافه وما حسبهاش الحكم ما شافهاش لأنه ما كانش عنده القراءة والتوقع نيكس فازوف بلاي اللي هو الشكل التالي لللاعب فين هيبقى لازم يبقى ريب وروح يشوفه عشان إذا نحتسب فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع الجلنش لطشة هي لطشة طبعا سريعة وبتبقى صعبة عشان كده الحكم يزيكون قريب وشايف وفي نفس المباراة صاز إبراهيم مش بس ضرب جزاء الهنبي اللي لم تحتسب والنتيجة صفر صفر ده فيه جون كمان متسألوا نحتسب للزمالك صحيح طيب الزمالك والمقاولين ضربة جزاء غير محتسبة لزئاب الجبل كانت النتيجة اتنين واحد للزمالك النتيجة اتنين واحد ضربة جزاء للمقاولين ما تحسبتش نشوف رأي الكابتن الشيناو فيها كان ايه هنا ادي الحكم وادي الحكم الحكمين حكم الاضافي والحكم امين عمر وانا عايز اقول ان ان امين عمر يعني في مكان يسمح له في الحتة دي لو انا حتى اجيبه كده يقدر يشوف كويس بشكل اوسع ومن هنا برضو في مكانه برضو يقدر يشوف انما في ناس تقولك ممكن ما شافش لا هو عمل كده معناها ان شاف ان الكورة ليست لمسة يد ولكن هي لمسة يد ولو انت وضعنا الاعتبارات اللي احتسبة ورعاية لها راكت الجزاء الاولى هي تعتبر فوتوكوبي لراكت الجزاء نفس راكت الجزاء التاني اللاعب بتاع الزمالك ايده بتروح للقورة مش في الوضع الطبيعي وبالتالي راكت الجزاء لابد انها كانت يعني موجودة او تحتسب والحكة موجودة مفيش حاجة يعني معناها الكورة تشوفوا بايز هتشوف ان لسه فيه لوقتة تانية ادي اللاعب وايده هي طبعا بالزبط بتحرك ايه ايده بتحرك راحت للقورة وبالتالي راكت الجزاء ودي من هنا طبعا زاوية رؤية امين عمر ايجر شفر كن هو تقديره كان فيها هادي كمان ضربة جزاء امام المقالون العرب لم تحتسب والنتيجة اتنين واحد فهدي كمان ايه بنتين اتنين المقصة اتنين المقاولين طيب المشكلة ان يتكرر الامر ها بس المرة دي امام ودي دجلة في الديئة تلاتة وتمانية دي ضربة جزاء لم تحتسب للمنافس للزمالك ده غير اللي يتحسب لزمالك و جاي برضو نشوف شوفوها دلوقتي هاونا عامل بوز مين راح يلعب الكرة جاء على صدر مين هنا مين اللي قاعد تقدم اللعب النجاح في لعب الكرة امم ايه ما اذا نهديراك للجزاء اتطور دي هزا هزيه لم تحتسب هزي الكرة لم تحتسب راجل شايت واحد في وجهه وفي صدره لم تحتسب هادي كمان ايه ايه النتيجة كانت اربعة اتنين للزمالك اربعة اتنين بس الجنب يغير في سياق المباراة نقولك مش هنحسب يعني حتى وان كان ده طيب تأثير محتمل طيب طيب بقى فيه ضربات الجزاء الغير صحيحة اللي خدها الزمالك امام حرس الحدود النتيجة اتنين واحد يعني استفادة مباشرة نفكركم بيها ونشوف رأيي كابتن ياسر عبر اوف في صدر البلد نهارتا ضربة الجزاء ربنا يخليك شرف لي ضربة الجزاء هي الاكثر اثارة للجدل بطبيعة الحال وسجل منها هدف تعادل نادي الزمالك ازاي تابعة استضام الكرة بيد مدافع حرس الحدود طيب خذينا دايما احنا بنكلم على مسات اليد دايما فيه كده نقاط أسلات موجودة معانا مش هنخرج برها دايما الاحتساب دمس اليد اول حاجة بندور عليها هي التعمل لو التعمل مش واضح بالنزالة نبدأ ندص على الاعتبارات اللي احنا بنكلم فيها وبنوجع عدماغ الناس اللي هي رقى بكرة راحت لليد ولا اليد راحت لكرة ولا ملاقيت بره الجسم ولا الجسم اه الايد جزء من الجسم انا شافت عامل المسافة اللي اتشاطت فيها الكرة وهي حوالي ما تزدتش عن اربع خمس فيارضات ان استضام الكرة بيد مدافع اه الحرس الحدود ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد اه هي طبعا خبطت في الايد ولات التنزل كانت الايد بلاحظة الاستضام كانت جزء من الجسم يعني هو الولد بيحاول انه هو يلمني ايديه على قد ما يقدر جوا جسمه اه كرة خبطت في ايده ده رقم واحد رقم اتنين لو قلنا ان الكرة عدت من ايده هتغبط فينه هتغبط في جسمه نظبوط مش في سدره اه يعني لو كان هو لو كان هو افترض ان هو بيحاول ان هو يلمني ايديه ولما فعلا ولكن هي قطعت مصر الكرة اه ساعية هنتكلم في ان هو هنا هو ملع الكرة من ان هي تروح للمرمى ولكن هنا لا هو كمان حتى لو هو شال ايده او الكرة مخبطتش في ايده هتغبط في صدره او في جسمه فبالتالي طبعا هنا يعني التعامد مش موجود الاعتبارات مش قادر حتى ان انا اكيفها على الواقع ان هي تبقى فيها تعمد فانا شايف ان كان استمرار اللي يعطي كان هو اللي يجب على طرق سامي ان هو بس طرق سامي استاذ ابراهيم ما يقدرش يفاول دي لانه في امام طنطة الموسم الماضي اعتقد قولي يا جماعة اللي حاكم الماتش طيب حسب ضربة جزاء اللي زمالك مشكوك فيها تماما ياريتنا لو كنا افتكرنا كنا اجبناها ولم يحتسب لطنطة في نفس المباراة ثلاث ضربات جزاء ولا اوضح طيب على فكرة ضربة الجزاء دي كان زمالك مغلوبه في الديئة تمانين ثلاث نقاط الزمالك كان خسرانه قدام حرص الحدود في هدف ضربة الجزاء كان التعادل ممكن يحصل في الديئة تمانين بعدها الزمالك سجل الفوز في الديئة واحد وتسعين احنا بنحسب لكم التأثيرات او الاخطاء المباشرة اللي اثرت على النتيجة حتى الماتشات اللي فيها الفوز كان للزمالك كبير ظلم او اتظلمت حساب بنخراج لهم الحزبة بنشيلها من الحزبة لكن ياخد نقطتين مع المقصة ياخد نقطتين مع المأولين ياخد نقطتين مع الحرس ياخد نقطتين كمان مع الداخلية بهدف جزاء بهدف غير صحيح للزمالك قدام الداخلية عشان النتيجة تبقى اتنين واحد ونشوف رأي الشنوي وانا عامل بوز اوه بوز ايد مين اللي عالكورة صبحي بلع رجلة علاء الشمال خبطت الكورة يعني بسأل بس ما انا جايلك ها بس انا بس انا بس انا بس انا بقول لها هاي انا مش فياك من رجلة انا النهارد ما انا جايه كبس بس انت انت قلت المبدأ المبدأ ان الكورة وقعت مابلت لتنين مالت ماشي هي لو خبطت في رجلة محمود علاء ودخلت ودخلت كهربا جون لا واوراحت لكهربا لا بس دون ان يرتكب مخالف ما هو ما عملش مخالف طب الدفع اللي دفع يا كابتن انا جايلك بس اه انا لوقتي رايحة يجمك وانت بتلعب بيدك اهم دفعك موقعك في الارض اي اهم انا دفع دفع الدفع ده خطأ طيب اتكلم من وجهة نظره على فكرة من وجهة نظر كابتن شناب بص يا كابتن ان هي جريت منه انا سهو يا كابتن انا عايز نوصل لحاجة ان لما كون بتنافس معاك على الكرة عندنا فيه يعني عادلة بيننا الاتنين ما ينفعش ان يكون في خطأ اه طبعا بس انا لنهاردة انا عايز اقول ان بس صبحي لما قريت منه هو اللي عمل خطأ ان ان هو نزل جري زوء الكرة ماشي كل ده ما فيش فهي دي اللي عمل طبعا اكلم هسل حاجس وقال بس هسل وكرة وقعت من يد الجون وانا راح احط رجلي واحتخابة الجون وخدت الكورة فاول فاول خدت الكورة خدت الكورة لا ما خدش الكورة لا لا انا بكلم بمنطق تاني صبحي عمل الموقف ده بعد ما وقعت من ايده جريت منه لما جريت منه رمى نفسه على الارض عشان ينقذ الموقف فالالتحام مش محمود علاء لما تشوف في الاول لو محمود علاء مكمل جري من غير ما صبحي يرمي نفسه على الارض انا شايفة كفتن يا كورة دي القرار النهائي يا كابتن شناء واشنواتي الكورة دي يا كابتن شناء ولو تحسبت تعيشي سبت 19 مواربون ما دي قاب ده لا انا عايز اوصلك الحكم ما شفش التفاصيل دي حاجة انا عايز اوصلك الحاجة ان الكورة النهاردة وانسي انها وقت ننسى انها وقت من ايد صبح الكورة بقت في شكل جديد صح في مكان جديد بتنافس جديد وهذا التنافس يكون عادلا هذا التنافس دلوقتي بالشكل ده محمود علاء لم يكن يتنافس بشكل عادل مع صبحي يعني كورة يعني كورة ايها كابتن فاول على محمود علاء انا شايفة نورت المحكمة بين اكلمة كابتن مشكورة كابتن وحزم شيفة كابتن ايمان شرفتونا شيفة جوب رغم سلماتة الكابتن ايمان يونيس يقوله ده محمود صبح اللي غلت وقت من ايده وحاول يجيبها فمحمود علاء وبيجري خبطه يعني ايه مش عايشه حاول يجيبها انما استضام محمود علاء بيه وده كورة الكهرباء واخد بالك الكهرباء بالمناسبة ما كانش متأخر كان ممكن يبقى اوساد كمان لو انت ده جون كان في الديها 89 ايو يعني 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 يفوز الزمالك على الداخلية اتنين واحد يعني مبطئين ويكمل التمانية الحلوين التمانية الحلوين اتنين مع المقاصة اتنين مع المقولين اتنين مع الحرس اتنين مع الداخلية بشهادة شهود مش رأينا الشخصي في كل واقعة منكم منهم جبنا لكم شهادة شهود بالإضافة ايه لدربة جزاء امبيبي ترجيط بس الماتش خالس اتنين صفر برضو اتحسبت له ضربات الجزاء والاهداف في المباريات اللي الزمالك كسبها او نتيجها ما كانتش مؤسرة موقفناش عندها احنا اتكلمنا على التأثير المباشر هذه 13 بون لا بشكل مباشر 5 للأهل و8 للزمالك لا للظلم في 5 الزمالك اضيف ليه 8 يعني الـ 45 بتوع الزمالك دلوقتي اللي بيتصدر بيهم لو هنتحسب بهذا الشكل يبسر لك 37 نقطة قلولي رأيكم في الارقام ايه الاهل يتهم انه بيتزبط له جدول فنجيب نفتح الكتاب نلاقي الاهل لعب 35 مباراة الزمالك لعب 29 مباراة برمز لعب 21 مباراة شوفوا اللي عايزين يقنعون ان الـ 21 اكبر من 35 بكل ما في موسم الآلي من صفر وبطولة افريقية وترحال وبطولة عربية ومنتخبات دي نقطة مهمة جدا وصفر ده خلف ان انا بلعب في برج العرب بعد كل ده التحكيم بهذا الشكل الاهل يتظلم في خمس نقاط منهم تعادل على الاقل كان يستحق مع بيرامدز اللي بيشتقي ومنه الزمالك ياخد 8 نقاط اللي بيتضامن عشان كده لما قلنا لكم لو هنتكلم على التصبيت نفتح الورق واعتقد شفت الورق بهذا الشكل القاطع التام شوارب بيلح علي في فيديو لضربة جزاء للزمالك كمان بيتروجيت غير مؤسرة لانه الزمالك كاسبان 2-0 شأنه شأنه كل المباريات اللي احنا مرضناش نحاسب عليها لانه نتائجها مش مؤسرة بص يا أستاذ برحيم هدى في الدوري دلوقتي لعب لعب 10 ضربات جزاء من أصل 12 ضربة جزاء احتسب للزمالك في مبارياته الزمالك لعب 18 مبارات احتسب له في 12 ضربة جزاء ولم يحتسب ضده أربع ضربات جزاء شفنا الحساب التحكيمي وشفنا حساب عدد المباريات وحجم الجهد والتعب والمعاناة وشفنا الخطابات وازاي الأهل طلب تقنية الفار وازاي اتحادوا الكرة التزم انه هينفذها في واحد واحد بس كان كلام الليل زي الزبدة طلعت عليه الشمس ساح والناس نسيت التزاماتها فقط نسي افتكرت تتضامن والدين وتتكلم كلام كتير بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم شوية نصف ساعة اضافية لحجم المحتوى اللي نأمل ان احنا ننجز كتير منه لكن الأهل والوادي والكلام الفاضي بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة